هذه واحدة من محاولات أهل مديرية بيت الفقي جنوبية الحديدة لإيجاد مدرسة لأبنائهم ولو بالأدوات والمساحات المتاحة في باحة المسجد أنشأ المشرفون على التعليم فصلا ربما يكفي لسد حاجة الصغار للتعليم في زمن لا يبدو وضع المنطقة أفضل حالا من أبنائها وفي مقدمتهم هؤلاء التلاميذ الصغار يقول المعلمون هنا إنهم اضطروا للتدريس كي لا يتسرب الأطفال خارج إطار التعليم ولعل أحدا من المعنيين لم يلتفت لوضعهم المعقد وأحلام أبنائهم في مدرسة تحتضنهم بعيدا عن الشمس والرياح والنسيان فمدرسة الوفاق الأساسية بحاجة إلى بناء مدرسة حكومة لا يوجد لدينا بناء مدرسة فأنا اضطر قسم الطلاب في داخل المسجد أطلق الأهالي على فصل واحد اسم مدرسة الوفاق بقرية المفصل بالمديرية والسبب هو اضطرار الأطفال منذ وقت مبكر للتعلم في باحة مسجد القرية المتواضعة وعيونهم ممزوجة بالصبر والرغبة في التعليم لكن المتاح بالنسبة لهم يبدو قليلا جدا أو يكاد ينعد